السلام عليكم انفينيتي 2013 جي اكس هاي سبعة نفور بيها مواصفات كلش حلوة شوف مالتها الغطاء ما تشوفونها حساساتي بكل مكان هل نفتح الجنطمالتها من داخل هاي الجنطمالتها هل تشتوت ها مثل ما تشوفون سبعة نفور وعدك ما جاء الهنانة للسيارة اه جلد بيها سي دي اللي جوه اللي هو الدي في دي تقدر طبعا بيه شغلة كلش حلوة الدي في دي اه الدي في دي بي تقدر انها الشغلة الدي في دي بي بي اسم معات مالاتة ودي المخرج مالاتة كله بيه الصوت من النانة اه بيه شاحنة هنانة تقدر تشحن بيها مال حاسبة لازم اكو دقما هناك الشغلة التشغيل مال التبريد الخلفي كلها موجودة هنانة متل ما تشوفون هاي كلها هاي السماعات مالاكي وهذا هو الدي في دي بي دي بي بي شغلة حلوة انها تقدر تستخدم في الدي في دي بي دي اه منها او من الامام الفي او امامي سو تقدر تشتغل عليهم الصفحتين تقدر الشغل بي او يو اس بي الشغل بي السيارة هس طبعا راح نصد الجنطة مالتها ونشوفها سدت شكل بسيط اوكي هس نشوف الداخل مالتها مثل ما تشوفون الداخل مالتها جي بي اس اه القيار بي اه هذي القيار موجود عادي واتوماتيك اه بيها التحكم مالي سبورت وعادي و ايكو تصير و سنو سنو اي من حالة تصير سنو فهي يعني فور باي فور اذا هسه نحاول نرجع الباك مالتها مثل ما تشوفون طبعا تغيرت المرايات شون تغيرت انا ما تبدر تنزل المرايات هاي السيارة مثل هسان راح اغير شوف فالتصميم راقي كلش راقي طبعا هي السيارة ان شاء الله هاي باتشر الموعد مالتها وهذا الدشبول اللي شوفونا قدامكم طبعا هاي العلامة الصف المثلث هاي اللي ان بنزين ما بيها فمثل ما تشوفون هاي السيارة فالشي كلش حلو راقي ما علاسة فيها 2013 يعني شكرا وان شاء الله نشوفكم سيارة جديدة مع السلامة